تواجه المنظمات الإنسانية وعقبات عدة أمام قدرتها على الاستجابة لآخر الأزمات الإنسانية في النزاع السوري والناتجة عن تصاعد حدة المعارك الهدف لطرد تنظيم داعش من الرقة مع قله الأبرز في سوريا وفر عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة ومناطق أخرى في المحافظة الشمالية منذ بدأت قوات أثورة ديمقراطية في تشرين الثاني الماضي حملة غضب الفراد ضد الجهاديين بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن ويتوقع أن تشهد مدينة الرقة موجات نظوح جديدة بعد دخول قوات أصورة ديمقراطية إليها الأسبوع الماضي ويعد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الرقة أمرا بغاية الصعوبة كونها تتواجد في منطقة شبه صحراوية معزولة كما لا يدخل عبر الحدود التركية والعراقية المغلقة في معظم الوقت سوى جزء بسيط جدا من الدعم وتغلق تركيا المعابر الحدودية بينها وبين مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا خصوصا أنها تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات أصورة ديمقراطية منظمة إرهابية أما المعبر مع العراق الذي يبعد 300 كم شمال شرق الرقة فلا يزال مفتوحا إلا أن الحركة عليه بطيئة وفق ما يقول مسؤولنا محليون ترجمة نانسي قنقر